احتفلت الفنانة رهام عبدالغفور بخطبة ابنة شقيقتها منشرت الصور الجميلة ديت من الحفلة عبر انستجرام وكتبت على الصورة لا أصدق أن تفلتي الصغيرة هي هذه العروسة الجميلة التي علمتني كيف أكون أمما قبل أن أنجب أنا بحبك وفخورة جدا بك ده 27 أغسطس 2020 وبرضو من حوالي ثلاثة أسابيع كده نشرت صورتها مع زوجها الشبكي على البحر اللي هي الصورة الجميلة ديت وكانت نشرت قبل كده صور تانية هنشوفها في الوقت نادرا ما تنشر الفنانة المصرية رهام عبدالغفور صور لها بصحبة زوجها رجل الأعمال شريف الشبكي أنا مع زوجها التاني رجل الأعمال شريف الشبكي رهام نشرت صورة لها عبر موقع انستجرام وهي على الشاطئ مع زوجها وعدد من الأصدقاء وعلقت على الصورة وقالت يوم مشمس دي الصورة نشرتها على الانستجرام مع زوجها شريف وكتبت عليها يوم مشمس صور جميلة تبين الحب اللي بينهم رهام عبدالغفور تزوجت للمرة الأولى من والد ابنها يوسف ولكنها انفصلت عنه عام 2007 وتزوجت للمرة الثانية من شريف الشبكي وأنجبت ابنها فاروق ده مع زوجها الأول وابنها يوسف ده ابنها الكبير من فصله 2007 هنا رهام مع ابنها الأكبر يوسف ووالدها الفنان أشرف عبدالغفور هنا مع زوجها الثاني شريف الشبكي وأنجبت منه ابنها التاني فاروق أنا رهام وهي حامل في ابنها الثاني فاروق وابنها يوسف الأولاني عليمنا أنا مع زوجها الثاني شريف الشبكي أنا مع فاروق اللي هو ابنها الثاني وأنا بزير كريسمس رهام عبدالغفور مولودة 6 سبتمبر 1978 ممثلة مصرية ولدت في القاهرة وتعتبر من عائلة فنية حيث أنها ابنة الممثل أشرف عبدالغفور وتخرجت في كلية التجارة قسم لغة إنجليزية هنا دي صورة نادرة هي الطفلة وأشرف عبدالغفور هو والدتها وكتبت عليها أنا والحجة أشرف ربنا يطول في عمرهم يا رب وشمعة أمين ربنا يخليهم ويبارك لك فيهم حبيبتي ردوا عليها وردوا عليها ربنا يحفظهم الحلوين ومن يومك عسل نشرت صورتها برضو هي صغيرة هي طفلة وكتابولها أمورة عسل أمور ما شاء الله بحلوتها الصغنونة كما نشرت رهام عبدالغفور صورة حديثة لها مع والدتها الجميلة التي أعجب بها كثيرا من المتابعين وقالوا أنهما يشبهان بعضهما أنتوا إيه رأيكم يشبهوا بعضهم شاركونا في التعليقات كتبت عليها وفي حد رد عليها أنا كان لي الشرف أني التقيت الجميلة ورقيقة مدام شمعة وكنت شاهد على تقدير وحب العظيم أشرف عبدالغفور هي تحياتي لشخصك يا ريام وممتك والعظيم الحبيب لقلبي الراعى أشرف بي عبدالغفور كل عام والأسرة الكريمة بخير وهي كتبت عليها أمي كل شيء في حياتي وكتبوا لها ممتك شبهك ما شاء الله عليها ربنا يحميها ويطول فعبها سنين وسنين حب واحتضاء وربنا يحفظها هنا دي صورة لها بالحجاب من أحد أعمالها وأول من شجع على دخول مجال التمثيل هو صديق والدها المقرب الفنان نور الشريف وكان ذلك حينما التقى بها في أحد حفلات الزفاق وبداية ظهورها على الشاشة كانت من خلال فيلم صاحب صاحبه وبسبب جمال ملامحها ورقتها توالت عليها العديد من الأدوار للفتاة الطيبة الرقيقة لكن منذ سنوات قررت ريام التمرد على دور الفنانة الطيبة الرقيقة واختيار الأدوار المختلفة وتحديداً أدوار الشر وبرعات في ذلك من ضمن أدوارها قدمت شخصية بدرية في مسلسل الريان وبسبب تلك الشخصية أقامت زوجة فتح الريان دعوة قضائية تتهمها بتقديم شخصيتها في المسلسل بشكل غير لائق وتلقت ريام أيضاً تهديدات بسبب الدور لكن وفاة زوجة الريان أنهت القضية ترفض ريام كلمة توريس النجومية التي يطلقها البعض على أبناء الفنانين مؤكدة أن والدها لم يساعدها في مشوارها الفن وأكدت أن والدها كان معترض أصلاً على دخولها مجال الفن في البداية أثناء دراستها ريام أيضاً بارعة في المطبخ لذلك وضع شقيقها وهو صاحب دار نشر صورتها على كتاب للطبخ التمثيل ليس موهباتها الوحيدة فقط قد خاضت ريام تجربة التقديم التليفزيوني مرة واحدة من خلال برنامج ريام عن نار لكنها قالت بعد ذلك أنها لم تكن راضية عن تلك التجربة وأنها كانت خجولة وخفيفة وخلال تمثيل أحد المشاهد مع خالد النبوي في مسلسل مريم مصيبت ريام بصقب في طب طبلة الأذن وتورمات في الوجه والعين بسبب صفعة خالد على وجهها أثناء المشهد دي ضريبة الشهر كانت تسكن ريام في شارع مصدق بالدقي وخلال أحد مظاهرات الإخوان واشتباكات مع الأمن اختركت رصاصة زجاج النافذة وكانت على وشك أن تصيب ابنها الأكبر يوسف فقررت ريام الانتقال من منزلها بعد تلك الواقع ليه ريام عبد الغفور لمشاهد متعددة وهنا مع داليا هنا مع شريهان كتبت عليها أكتر واحد يحبها في الدنيا دي كلها حبيبتي شريهان وأحنا كمان بنحبها وبنحبك انت كمان كتبت هذا يا رب إذا أعطيتاني مالا فلا تأخذ سعدتي وإذا أعطيتاني قوة فلا تأخذ عقلي وإذا أعطيتاني جاهن فلا تأخذ الواقعي وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ عزتي وإذا أعطيتني قدرة فلا تأخذ عفلي وإذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ طموحي وإذا أعطيتني صحة فلا تأخذ إيماني كلام جميل هي عجبت به وحطيته على صفحتها على انستجرام طبعا ردود فعل إيجابية جاءت عليه كتير ودي صور متفرقة لها من حسابها الشخصي في انستجرام إذا أعجبكم الفيديو رجل تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم